ان شاء الله ناخد مع بعض الوقت تست اختبار على الوحدة الرابعة من كتاب بايبيت بداية من تسعة او صفحة مية وتسعين والسؤال الاول خاص به لسنينج الجزء الخاص به الاستماع لسن ان شوز استمع واختر ذاك ورقة انصر الاجابة الصحيحة بيجيب لي فقرة باستمع لها جيدا ومن خلال المعلومات اللي وردت عندي في الفقرة ببدأ ان انا اجاوب على الاربع اسئلة اختيارات لسنتم يسمعوني كده الفقرة بتقول عالتي بتحب التكنولوجيا اللي هو الكمبيوتر المحمول وبيدخل على المواقع الالكترونية عشان يحصل على المعلومات انا عندي هاتف محمول انا ارسل رسالة لصديق ناو دلوقتي انا برسل رسالة لصديق زي من بيكتب رسائل البريد الالكتروني هنا بيقول لي اول سؤال العائلة تحب العائلة بتحب ايه تكنولوجي العائلة بتحب التكنولوجيا ولا سبورتس ولا بتحب الرياضات ولا فود ولا الطعام ولا هوليديز اجازات العائلة تحب ايه تكنولوجيا التكنولوجيا رقم اتنين اللي عنده تابلت اللي هو الكمبيوتر اللويحي ولا لابتوب اللي هو الكمبيوتر المحمول .待って ابا با يا عنده لابتوب المحمول اللي عنده هاتف ومحمول ولا كار ولا عنده سيارة ولا تابلت ولا عنده تابلت الكمبيوتر اللوحي ولا برينتر ولا عنده طابعة طبعا عنده ايه اه موبيل فون هاتف محمول رقم اربع مين دايما بيكتب رسائل بريد الكتروني مين في الفقرة اللي احنا سمعناها بيكتب رسائل بريد الكتروني يبقى والد المتحدث ولا سستر ولا اخته ولا صن ولا ابن المتحدث ولا برادر ولا اخوه طبعا اخو المتحدث هو دايما رايتنج ايميل بيكتب رسائل بريد الكتروني نجي بعد كده للجزء الخاص بالمحادثة والحوار يقول هنا اكمل الحوار التالي يقول هنا منال تريد ان ترسل التكس ميسج عايزة ترسل رسالة نصية منال بتقول هلو علا اهلا يا علا علا ردت عليها منال بتقولها I want you to send a ticket message please عايزة ان انا ارسل رسالة مصية من فضلك طبعا هنا منال بتقولها اهلا علا هترد عليها التحية هتقولها اهلا يا منال هلو منال هلو منال اهلا يا منال فهنا هتقولها انا عايزة ان انا ارسل رسالة مصية هنا علا هتقولها اوكي اولا first يعني اولا tab the message icon انقري كده على الايكونة بتاعة الرسال يبقى tab the messages icon انقري او اضغطي كده على الايكونة بتاعة الرسال منال هتقولها حاجة وهتسألها سؤال علا هتقولها tab the name of the person اضغطي كده بعد كده على اسم الايه اضغطي او اعملي click او اعملي tab على اسم الايه على اسم الشخص اللي انت هتبعطي له الرسالة يبقى انا هتقولها طيب وبعد كده ايه ماء التالي بعد ما انا انقر على the messages icon الايكونة بتاعة الرسالة اه بعد كده هعمل ايه يبقى وط ايه ايه بعد كده او ماء التالي قلت لها هتضغطي بقى كده على الاسم بتاعة الشخص اللي انت هتبعطي له الرسالة فمانال هنا بتقول لها i tab it يعني انا نقرت على اسم الايه الشخص وبتسألها سؤال علو ردت عليها قالت لها حاجة مانال اتلاها اوكي ثم then i tab the send icon بعد كده انقر بقى على الايكونة بتاعة send يعني ارسال is that right يعني هل هذا صحيح كده صحيح يبقى هنا مانال هتقول لها ايه هتسألها بتقول لها ايه what else طب ايه تاني بعد ما اعمل او انقر على اسم الشخص what else يعني ماذا بعد ذلك او ايه بعد كده او ماذا الاخر what else else يعني اخر طب ايه تاني علو هتقول لها حاجة منالها هتقول لها then ثم i tab the send icon انا انقر على الايكونة بتاعة الارسال او الرسائل is that right هل هذا صحيح طبعا هتقول لها ايه write your message يكتب الرسالة بتاعتك write اكتبي your message اكتبي الرسالة بتاعتك اتلطب و بعد كده انقر على الايكونة بتاعت الرسالة كده صحيح اتليس that's right نعم هذا صحيح بعدين كده منالها هتشكرها على المساعدة هتقول لها thank you for your help اشكرك على مساعدتك thank you يعني شكرا لك for your help على مساعدتك for your help بشكرك على ايه على مساعدتك thank you for your help بعد جد صفحة 101 reading comprehension قراءة القطعة read the following اقرأ التالي اذن انصر some on the questions على الاسئلة hello i am نادين اهلا انا نادين i want to talk about my mobile phone عايز اتكلم عن الهدف المحمول بتاعي my parents والدية put it for me اشترهولي in my birthday دي في حفلة ايه او في يوم عيد ايه ميلادي او يوم ميلادي two years ago منذ عامان i like it very much انا بحبه كتير جدا and i think it's always got to have it in my bag و جميل جدا او دايما بيكون جيد ان انا اخده في الحقيبة بتاعتي it's got a calculator بيكون فيه ايه calculator بيكون فيه الاحزبة in it and i usually use it ودايما باستخدمه i can use it to go on the internet باستخدمه او اقدر استخدمه في الدخول على الانترنت to read emails to read emails عشان اقرأ رسائل البريد الالكتروني from my friends من اصدقائي يبقى ايت هنا بتعود على مين على الموبيل فون my father showed me how to do that يعني بابايا عرفني واعلمني ازاي ان انا استخدم او ازاي ان انا استخدمه في ارسال الرسائل وكمان في استقبال الاميلات يبقى هنا عندي بيقول it's fantastic انه رائع i know how to use my mobile انا بعرف ازاي ان انا استخدم الموبايل بتاعي to send text message عشان ارسل الرسائل النصية to my friends لاصدقائي my father showed me بابايا وضح لي وعرفني how to do that ازاي ان انا اعمل كده the mobile has a wonderful camera التليفون ده فيه كاميرا رائعة it's modern القاميرا دي حديثة i always take photos دايما بلطقة صور of my family لعيلتي and friends والاصدقائي i take service وكمان بلطقة صور شخصيته ايضا i like my mobile انا بحب الهاتف بتاعي او المحمول بتاعي very much كتير جدا جيب لي هنا السؤال الاول بيقول لي where does nadine keep her mobile phone nadine بتحفظ او بتحط المحمول بتاعها فين طبعا في الحقيبة بتاعتها in her bag in يعني في her bag في حقيبتها بيقول لي what can nadine use her phone for give two examples اديني كده اتنين من الامثلة يا طرح هي بتستخدم الهاتف بتاعها او التلفون بتاعها ايه هنقول هنا شي هي can use بتقدر رسائل البريد الالكتروني to read emails to يعني لكي read تقرأ emails عشان تقرأ رسائل البريد الالكتروني and وكمان ايه send وكمان ترسل ترسل ايه and to send وكمان لكي ترسل messages اللي هي الايه الرسائل رقم ثلاثة when did she get her phone why ولماذا امتى هي حصلت على المحمول بتاعها او الهاتف بتاعها ولماذا طبعا حصلت عليه منذ عمان يبقى two years ago حصلت عليه two years ago منذ عمان ليه بقى طبعا المناسبة كانت في عيد ميلادها يبقى on her birthday on her birthday في ايه في عيد ميلادها بعد كده the underline word الكلمة التي تحتها خط it reverse to it بتشير الى the internet الانترنت او شبكة المعلومات الدولية ولا the mobile phone ولا بتشير الى الهاتف المحمول ولا the calculator ولا بتشير الى الالة الحزبة ولا the email ولا البريد الالكتروني طبعا بتشير الى اله بتشير الى الهاتف المحمول رقم خمسة الهاتف بتاع نادين فيه ايه بقى رائع كاميرا فيه كاميرا رائع ولا شاشة رائع ولا يعني لوحة او صبورة ولا باك ظهر او خلف طبعا فيه كاميرا رائعة has a wonderful كاميرا فيه كاميرا رائعة بيقول هنا رقم 6 مين اللي هو عرفها ازاي ان هي ترسل رسائل نصية مين اللي وضح لها وعرفها ازاي ترسل رسائل نصية نادين ماذر ام نادين ولا براذر اخوها ولا جران فاذر ولا جدها ولا فاذر ولا الاب او والدها طبعا نادين فاذر والد نادين هو وضح لها ازاي ان هي رسائل نصية بعد كده الجزء الخاص بالاختيارات طبعا هنا ايه فاذر الاب هنا الاختيارات بيقول لي هنا سؤال رقم واحد ام 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 او مكينة ذات مكس ور هود بتجعل المياه ايه ساخنة يطر ايه المكينة اللي بتسخن ايه المياه كاتل اللي هي القطيع من الماشية ولا قاية اللي هي الطائرة الورقية ولا كان يستطيع ولا كتل الغلاية طبعا الغلاية دي بتكون مكينة بتسخن المياه از ام 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 بتخلي المياه سخنة تكون هاتف ايه صغير تقدر يعني يحمل كده تقدر تشيله معاك تابلت تابلت ده اللي هو التابلت او الكمبيوتر اللوحي موبل اللي هو المحمول الهاتف المحمول موبل فون ولا تيب تيب اللي هو الشريط اللاصق ولا سكرت سكرت اللي هو السر يبقى ا موبل فون الهاتف ايه الهاتف المحمول صغير كده تقدر تشيله رقم ثلاثة نقط شاوت شاوت يعني يصيح أو يصرخ ماي فاذر إز أسليب أسليب يعني نائم لا تصرخ أو لا تصيح نايم طبعا بدي تعليمات بعدم فعل شيء بإيه دونت شاوت ولا نوت ولا دو ولا أفن غالبا طبعا هنا هنقول إيه دونت شاوت يعني لا تصيح دونت وبعدها المصدر لإصدار تعليمات أو أوامر بعدم فعل شيء دونت والمصدر رقم أربعة عايز يقول هنا أنا أشتريت إيه مشاغل ملفات صوتية جديد عشان إيه أشغل موسيقى عليه سبيكر اللي هي السماعة أو المتحدث اللي هو الحاسب الآلي أو الكمبيوتر اللي هو المشاغل أو اللاعد يوزر اللي هو المستخدم طبعا اشتريت مشاغل ملفات صوتية جديد مشاغل ملفات صوتية هشغل موسيقى عليه بعد كده 192 وستقر رقم 5 في الإختيرات بيقول هنا نقطة يعني طعام كثير في المطبخ اذهب and have your lunch اذهب وتناول الغداء بتاعك عايز يقول هنا يوجد طعام كتير في المطبخ اذهب وتناول وجبتك بتاعت الغداء طيب عندي يوجد اسمها ايه there's ولا where يعني اين هنا there يعني يوجد there هنا بمعنى ملكهم او يخصهم وبيجي لي بعدها ايه اسم other يعني اخر يبقى there is يعني يوجد كتير من الطعام في المطبخ go and have your lunch رقم 6 they used a or an to make a plastic model هم استخدوموا ايه عشان يعملوا نموذج ايه بلاستيكي او من البلاستيك عشان يصمموا يبقى استخدموا ايه icon استخدموا الايكونة ولا موب الفون ولا استخدموا الهاتف المحمول ولا تشارجر ولا الشاحن ولا 3D printer ولا استخدموا اللي هي الطابعة ثلاثية الابعاد عشان يصمموا ايه عشان يصمموا اللي هو النموذج البلاستيكي يبقى they used هم استخدموا a 3D printer الطابعة ثلاثية الابعاد رقم 7 can you هل تستطيع نقط مي التكس ميسج when you arrive ممكن تبعت لي رسالة نصية لما توصل رسالة ايه نصية لما توصل arrive يعني يصل يبقى can you spend spend يعني يقضي stay يعني يقيم او يمكس send يعني يرسل ولا الصوب يتوقف ممكن ترسل لي رسالة نصية يبقى can you send me ممكن ترسل لي اتنين اتنين رسالة نصية رقم 8 نقط عايز يقوله اعمل ايه على الايكونة في الكمبيوتر بتاعك يعني ينكر في يملأ يعطي يلعب او يعز في اي شغل طبعا هيقوله هنا انكر على الايكونة في الكمبيوتر بتاعك رقم 9 the boys الاولاد mass now now الان من الكلمات الدلة على المضارع الايه المضارع المستمر the boys الاولاد جم تاخد معها R والverb ING study الفعل في المصدر R studying R والverb ING study الفعل مضاف للايه والاس study في الماضي يبقى ذابويز الاولاد R studying بيدرسه او بيذكره mass رياضيات now الان رقم 10 هنا بيقوله وي نقط mini self يعني هنا العديد من الايه الصور الشخصية عايز يقوله احنا بنلتقط العديد من الصور الشخصية لما كنا في الايه في المتنزه او في الحديقة العامة يبقى احنا التقطنا يعني هنا بمعنى التقطة العديد من الصور الشخصية يعني صممة ولا استخدم ولا صنعة يبقى التقطنا صور كتير لما كنا في الحديقة العامة بعد كده الجزء الخاص بالتصحيح نادا نادا بتتعلم فرنساوي اللي هي اللغة الفرنسية في الوقت الحاضر وديت من الكلمات الدلة على المضارع المستمر نادا مفرد بيجي معها الاس طبعا طبعا بدل هاتي بأي هاتي بأني أبدا لا تتناول أي شيء أو لا تأكل أثناء الحصة الحصة دي وقت محدد للشح ما يفعش فيه الأكل رقم 3 مفرد الآن يرمذر الفعل بتاع مفرد بأسأل بهل مع الفعل المفرد هقول إيه هقول يعني هل رقم أربعة لا يوجد أي سكر في الشي بتاع عندي هنا الشجر السكر لا يعد بيتعامل مع عاملة المفرد هقول هنا إيه إنه لا يوجد لأن السكر مفرد يبقى عايزني هنا الجزء الخاص برايتنج الكتابة عايزنا نكتب عن التكنولوجيا في فصلك ودام يجاوب على طول قبل الاختبار وإذن لها أدم لكم أهم البرابرافات الهام والمتوقع لمنهج الصف الأول الإعداد الترمي الأول